أسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الأعزاء لقاؤنا يتجدد بكم اليوم في حلقة جديدة من برنامجكم فاسألوا أهل الذكر في هذه الحلقة نجيب إن شاء الله على عدد من الأسئلة والاستفسارات التي أرسلتموها من خلال المنصات الظاهرة على الشاشة أمامكم نرحب في هذه الحلقة بضيفنا الدكتور عبد المجيد بيانوني دكتوراه في الدعوة الإسلامية مرحبا بكم دكتور حياكم الله وبركاته أهلا بكم دكتور الدكتور نبدأ من السؤال الأول سائلة تقول توفيت أختي ولها في ذمة دين بعد وفاتها أسقط زوجها الدين عني ووهبني شيئا من مصاغها الذهبي لكوني تكفلت بتربية طفليها من بعدها وتقول بأن هذان الطفلان هما من زوجها السابق فهل يحق لزوجها أن يسقط الدين عني أم أنه من حق الأطفال وهل يجب علي الاحتفاظ به لهما إلى حين بلغهما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد عندما يتوفى الإنسان كل ما يكون له من مال يصبح لورثته وعندما يكون هناك ورثة قاصرين فمعنى ذلك أنه لا يحق التصرف بشيء من أمواله أو الدين الذي له على الآخرين إلا عندما يكبر الورثة القاصرون ويجزونه فيما تصرف فيه أو يسمحون له بذلك وإلا لا يستطيع أحد لا زوجها ولا أحد من الذين هم ورثة مثله أن يتصرف بهذا المال أو يبرئ زمة مدين أو يعني يتبرع عنهما فهذا كله عمل لا يجوز يجب أن يرد هذا الدين إلى الورثة ويحفظ حصة هؤلاء القاصرين حتى يبلغوا ويأخذونها بالوضع الشرعي الصحيح دكتور يعني الزوج بإمكانه ربما إسقاط حصته فقط نعم نعم له أن يسقط حصته أن يسقط حصته أما أن يسقط مال يتعلق بورث آخرين أو بقاصرين فلا يحق له سبحان الله عجيب اعتناء الإسلام بحقوق الطفل نعم فهذا المال يبقى يعني ملكهم يبقى ولا يجوز أي تصرف فيه ولا التبرع وخاصة تبرع منه حتى لعمل خيري لا يجوز يعني هذا الأمر ليس يعني يعني يعود بالإصلاح والإحسان للقاصرين وهم ورثة إذن تنتظر حتى يبلغ هذان الطفلان نعم وهم أحرار حينها نعم عند ذلك إما أن يسقطوا عنها هذا الدين أو أن يأخذوا جزاكم الله خيرا الله يبقى سائلة تقول أو سائل يقول هل يجوز الجمع بين غسل الجمعة وغسل الجنابة وما هي كيفية الغسل المسنون غسل الجمعة مسنون وفي قول العلماء إنه واجب لأنه في الحديث الصحيح غسل الجمعة واجب على كل محتلم وقد أول ذلك بعض العلماء أنه مؤكد تأكيدا شديدا بما يشبه الوجوب ولكن الأرجح أنه سنة مؤكدة أما غسل الجنابة فهو فريضة نعم فإذا اغتسل الإنسان غسل الجنابة يوم الجمعة فيسقط عنه غسل الجمعة ويندرج فيه لأنه المقصود الاغتسال والتطهر والنظافة لحضور الجمعة وشهود جمع الناس أما كيفية الغسل المسنون والمشروع فقد ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن من أراد الغسل يزيل ما على جسده من نجاسة ويعني يتأكد من ذلك ثم يتوضع وضوءه للصلاة مثل الوضوء تماما ثم بعد ذلك يفيض الماء على رأسه سلاسا ثم على طرفه الأيمن سلاسا ثم على طرفه الأيسر سلاسا وحتما ينوي بقلبه نية الاغتسال من الجنابة وإسقاط الحدث الأكبر ويكون أسله قد طبق السنة نعم طبق السنة إذن عليه قبل الاغتسال أن يتوضع نعم يزيل النجاسة قبل ذلك إذا كان هناك نجاسة على بدنه ثم بعد ذلك يتوضع وضوءه للصلاة هذا هو الوضع المسنون ثم يفيض الماء كما ذكرنا لكنه لو أفاض الماء بعد قصر النجاسة مع النية أفاض الماء على جسده فقصده صحيح ولا حرج في ذلك صحيح لزيكم الله خيرا سائلة تقول أساء لي أولاد أخي وشتموني ولم أكلمهم منذ عامين فهل أكون أنا قاطعة للرحم حتما هذا من قاطعة الرحم يعني لا يجوز أن يقطع الإنسان رحمه أكثر من ثلاثة أيام وهذا يعني أسباب دنيوي خاصة فهذا لا يبرر للإنسان رجلا كان أو امرأة مهما كانت الأسباب أن يقطع رحمه أكثر من ثلاثة أيام فهذا ما أذن به النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى يعني يبرد غضب الإنسان ويزول عنه الانفعال الشديد فأذن الشرع بأن يكون هناك مدة ثلاثة أيام أكثر من ذلك معناها أن القلب قد اجتمل على الغل والحقد على الآخرين ثلاثة أيام نعم ثلاثة أيام فقط ثلاثة أيام وهذا يعني من الناحية النفسية ذكر العلماء أن هذا الأمر له أثر طيب لأن الإنسان عندما يغضب الغضب الشديد ومن حقه الإنسان وهذا من طبيعته البشرية التي لا يأخذه الله بها عندما يقابل بالسب أو الشتيمة أو ما إلى ذلك مما يثير يعني مشاعره ويجرح يعني نفسيته فأذن له الشرع خلال ثلاثة أيام أن يبرد هذا الغضب بما يشاء من معاني وحقائق ويعني الإيمان بالله سبحانه وتعالى ورجاء الثواب من الله سبحانه وتعالى هذا كله يؤدي بالإنسان إلى أن يخف عنه الغضب شيئا بعد شيء ثم بعد ذلك هذه المهلة تنتهي والأجوز بعدها يعني البعض يتحدث عن السنوات وأحيانا يعني عشر سنوات وعشر سنوات لكن أنت تذكرنا أنه ثلاثة أيام هذا المأذوم به شرعا ثم يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وخيرهما الذي يبدأ صاحبه السلام ما قال أنه على الإنسان المظلوم أن ينتظر حتى يأتي الظالم ويعتذر لأن الظالم قد لا يعتذر إلى عشرات السنين لو ترك لنفسه أما عندما يحدد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الترغيب أنه خيرهما يعني عند الله سبحانه وتعالى الذي يبدأ صاحبه بالسلام فهذا يدعو الطرفين إلى أن يبادر كل واحد منهم ويكون أسبق من أخيه في إلقاء السلام والاعتذار إذا كان هو مسيئا أو أن يعني يصفح عن أخيه ويبادله يعني العفو وأيضا يعني أن يظهر له الحب وأنه سامحه وما إلى ذلك دكتور يعني هنا السائلة تقول أولاد أخي أليس حريا أيضا بأولاد الأخ هؤلاء أن يبادرهم عمتهم نعم هذا الأصل وخاصة إذا كانوا مسيئين وخاصة يعني إذا كانوا هم أصغر وهي أكبر وأيضا هذا من بر الوالد يعني هم أخطأوا خطأين بحق عمتهم خطأ كون هذه الإساءة لعمتهم وخطأ آخر بحق أبيهم لأنه ليس من بر الوالد أن يسئ الإنسان إلى أخت الوالد هذا من العقوق نعم من العقوق لأن هذا الأمر يسئ والدهم ولا شك والدهم يعني يأسى ويحزن عندما يساء إلى أخته من قبل أولاده فأولاده هم جزءا منه فإساءتهم لعمتهم كأنه هو يسئ إلى أخته وهذا شيء غير لائق وغير جائز الله المستعى سائلة تسأل عن قراءة سورة الكهف والواقعة وتبارك يوم الجمعة تقول ما هو المسنون في هذا اليوم المبارك في هذا اليوم من السنة النبوية قراءة سورة الكهف ويتأكد قراءة سورة الكهف يومها أو ليلتها والأفضل يومها وذكر بعض العلماء أنه يفضل أن يقرأها ليلة الجمعة ويوم الجمعة حتى يجمع هذا الخير في الليل والنهار هذا بالنسبة لخصوصية يوم الجمعة أما بالنسبة لقراءة سورة الواقعة والملك فهذه عامة سواء كانت يوم الجمعة أو غير يوم الجمعة ورد في الآثار بالنسبة لقراءة الواقعة في بعض الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم وبالنسبة لسورة الملك ورد حديث مؤكد فيها قراءة سورة الملك يوميا بعد العشاء من كل ليلة دكتور بالنسبة لسورة الواقعة يعني أذكر كنا نقرأها بين المغرب والإيشاء نعم تقرأ بين المغرب والإيشاء هذا وارد أيضا نعم جزاكم مخيرا دكتور سائلة تقول تفوتني بعض الصلوات من الفرائض أحيانا فهل تعوض النوافل ما فاتني من الفرائض النوافل لا تعوض ولا شك النوافل إذا فاتت الفرائض إذا فاتت لا بد من قضائها ولكن النافلة وخاصة النوافل الصلوات الخمس هي تكمل الفريضة ولكنها لا تعوض عن الفريضة لو فاتت الفريضة يجب قضاؤها أولا ثم تقضى أيضا معها النافلة التي فاتت أو الراتبة التي فاتت تقضى معها وصلاة النافلة عموما هي مكملة للفرائض لأن الإنسان لا يستطيع أن يؤدي الفريضة كاملة مكملة فتأتي النوافل فتزد النقص الذي يكون فيها إذن لا بد من القضاء نعم لا بد من القضاء أتزالكم الله خيرا دكتور السائل ذاتها أيضا تسأل عن قيام الليل تقول هل هو التهجد ذاته وكم ركعة يصلى وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليه صلى الله عليه وسلم هذه تحتاج إلى حلقة ربما دكتور نعم صلاة الليل ما كان بعد نوم يسمى تهجد وما كان قبل النوم فيسمى قيام الليل وعموما حتى التهجد يطلق عليه قيام الليل ولكنه يخصص بوصف التهجد إذا كان بعد نوم ومن الليل فتهجد به نافلة لك والتهجد لا يكون إلا بعد نوم وهذا أفضل لأن الإنسان ينازع نفسه عن النوم ويستيقظ ويقف بين يدي الله تبارك وتعالى فهذا فيه مجاهد للنفس أكثر أما قيام الليل عامة فيشرع أن يصلي الإنسان ما تيسر من الليل قبل النوم ركعتين أو أربع ركعات أو ست ركعات ما تيسر له فهذا من قيام الليل لكن التهجد أفضل وهو أن يكون في الثلاث الأخير من الليل فذلك الوقت وقت مبارك ووقت فضيلة ولا شك والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بالنسبة لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم هذه ربما تحتاج وقت أكثر نجيب عنها إن شاء الله بعد الفاصل طيب أزاكم الله أعزائي المشاهدين فاصل قصير ابقوا معنا وانتظرونا أهلا بكم مشاهدين في القسم الثاني من هذه الحلقة من برنامجكم فاسألوا أهل الذكر نرحب من جديد بضيفنا الدكتور عبد المجيد البيانوني أهلا بكم دكتور حياكم الله وبرك الله دكتور قبل الفاصل كنا نتحدث عن قيام الليل والتهجد والفرق بينهما الآن نود أن نستفهم عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان صلى الله عليه وسلم يقوم الليل الحقيقة خير من أجاب عن هذا السؤال السيدة عائشة رضي الله عنه رضي الله عنه عندما سئلت قالت في مناسبة وسئلت يبدو مرات كثيرة كما هو من يعني خلال القراءة للأحاديث التي وردت عنها في هذا الباب يشعر الإنسان أنها سئلت مرات عديدة في كل مرة كان من راوي وكل مرة كان إجابتها مختلفة في بعض الشيء ولكن هذه إجابات يكمل بعضها بعضا تقول في بعض الروايات رضي الله عنها عندما سئلت وقد لفتت السائل إلى معنى عظيم جدا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له وأيكم يطيق ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيق من يستطيع منكم أن يصلي مثل صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي ركعتين فلا تسأل عن حسنهن وطولهن الله يقرأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما يفعل ذلك في بعض روايات الصحابة رضي الله عنهم أنه استفتح في البقرة حتى قال الصحابي الذي يصلي وراءه فقلت الآن يركع على رأس مئة فأتم قلت الآن يركع على رأس مئتين فأتم حتى أكمل البقرة ثم استفتح بسورة النساء فقلت الآن يركع الآن يركع حتى أتم النساء ثم أتم سورة آل عمران ثم ركع وكان ركوعه صلى الله عليه وآله وسلم قريبا من قيامه تصور يا أخي الكريم قريبا من قيامه يعني قراءة البقرة والنساء وآله عمران بهذا الترتيب قراءها النبي صلى الله عليه وآله وسلم تطول أكثر من ساعة ونصف تقريبا يعني شيء كبير جدا جدا ثم ركع ما يشبه ذلك ثم في السجود ما يشبه ذلك ويسبح عندما يمر كان بآية من آيات التسبيح يسبح عندما يمر بآية من آيات الوعد فيسأل الله سبحانه وتعالى من فضله أو يسأل الله الجنة عندما يمر بآية وعيد يستعيد بالله سبحانه وتعالى ففعلا لا تسل عن حسنهن وطولهن ويتم ذلك صلى الله عليه وآله وسلم على هذه الصورة ثماني ركعات ثم يوتر فكم كانت تطول صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعلا هي قيام ليل نعم هذا قيام ليل وهذا والتهجد وليست يعني ركعتين كما نؤديهم لكن مع ذلك نسأل الله أن يرحم ضعفنا يعني المؤمن إذا صلى يعني وحاول أن يعني يقتدي ويتمثل بصلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما استطاع فهذا خير عظيم لك أن يحافظ ولو على قليل من قيام الليل أو التهجد وهو لا حد له صحيح النبي صلى الله عليه وسلم حافظ على ثماني ركعات في أكثر لكن كان يعطيهن حقهن يعطيهن حقهن فلو الإنسان يعني ألزم نفسه بيعني ركعات معدودة أو مثلا ثماني ركعات ويعني قرأ فيهن ما تيسر ما استطاع من قراءة وأطال الركوع ما استطاع والسجود ما استطاع فهذا وقت إجابة الدعاء ويالله تبارك وتعالى يفتح أبواب السماء لعباده ألا من مستغفر فأغفر له ألا من سائل فأوطيه ألا من داع فأستجيب له هكذا حتى يطلع الفجر وهذا سلث كل ليلة وصلاة التهجد فيها الحقيقة معنى عظيم جدا جدا وهو تخلي الإنسان عن هواه وعن شهوته في النوم والراحة والركون إلى الفراش ووقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى فهذا لا يحرص عليه إلا مؤمن وإلا من أراد الله تبارك وتعالى له الخير في هذا الوقت المبارك كما أن هذه الصلاة أبعد ما تكون عن الرياء فالإنسان يصلي في الليل لا أحد يشعر به يختلي بينه وبين الله تبارك وتعالى فلا أحد يعلم به إلا الله عز وجل يناجي الله سبحانه وتعالى يسأله يدعوه يستغفر يبكي بين يدي الله سبحانه وتعالى راجيا سائلا مستعيذا بالله سبحانه وتعالى من عذابه وهاكبه صلاة الليل والتهجد والقيام الليل الله سبحانه وتعالى أثنى على أصحابه فقال كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وقال في مناسبة ثانية تتجافى جنوبهم عن المضاجر يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون هذا التجافي يشعرنا بأنه شد الفراش وجاذبية الفراش شديدة ولكن جنوبهم حبا لله سبحانه وتعالى ورغبة بما لديه جل وعلا تبتعد عنها إيثارا لمرضات الله تبارك وتعالى أتساءل لو نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى صلاتنا اليوم لماذا قال عنها نسأل الله أن يأخر لنا نبادر إلى قصار السور وكما يقال نقرد ديك نصليه فنسأل الله أن يعفو عنا ويغفر لنا وأن يحققنا بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم سائل يقول البعض يقرأ خلف الإمام والبعض الآخر لا يقرأ فما هو الصحيح في ذلك لا شك أن العلماء هذه مسألة اجتهادية ومن فروع يعني الأحكام الشرعية وقد اختلف العلماء فيها إلى اتجاهين على حسب الأدلة الواردة وفهمهم لهذه الأدلة فهناك كما يوجب ويجعل يعني القراءة خلف الإمام فريضة يجب على الإنسان أن يلتزم بها وخاصة قراءة الفاتحة وهناك العلماء من قالوا قراءة الإمام تغني المأموم عن القراءة فلا ينبغي الله أن يقرأ وراء الإمام وإنما يقف صامتاً وهناك مذهب ثالث وهو مذهب المالكية أن الإنسان في الصلاة الجهرية يستمع للإمام وفي الصلاة السرية يقرأ وراء الإمام وهذا قد يكون أنسب للعامة حتى لا تشرد أذهان الناس وهم في الصلاة فيقفون ساكتين وهم لا يسمعون قراءة القرآن الكريم أما إذا قرأ الإمام فأنصته من هذا القبيل يعني الإنسان عندما يكون في صلاة جهرية يستمع لقراءة الإمام وإذا كان في صلاة سرية لا بأس أن يقرأ واختلاف هؤلاء العلماء فيه سعى للأمة من أخذ بهذا المذهب لا حرج ومن أخذ المذهب الآخر لا حرج والعامة مذهبهم مذهب مفتيهم يعني يسعه أن يأخذ بأي القولين وكلاهما على رشد وعلى خير وصواب إن شاء الله جزيكم الله خيراً دكتور سائلة تقول أنزلت حمل الذي لم يتجاوز عمره الشهر فهل تنطبق علي أحكام النفاس الحمل الذي يكون دون الشهر لا شك هو في مرحلة العلوق ومرحلة العلقة فهذا لا يعتبر بمثابة حمل له أحكام النفاس بالنسبة للمرأة وإنما يعتبر الدم الذي ينزل بعد ذلك هو من باب دم الحيض إذا كان وقت حيضها كان أو يماثل لدم الحيض فعليها أن يعني تمكث كما تمكث الحائض بالامتناع يعني عن الأمور التي لا يجوز لها أن تقرب من الصلاة أو الصوم أو قراءة القرآن أو قرب زوجها لها ويعتبر يعني بمدة حيضها المعتادة التي كانت تعتاد عليها جزاكم الله خيراً دكتور دكتور سؤال آخر يقول صاحبه شركان في مشروع لتربية الأغنام وجب على كل منهما زكاة نصف شات فكيف يكون الإخراج وهل يصح إخراج القيمة؟ أولاً لا يصح إخراج القيمة بالنسبة لزكاة يعني الأنعام منها الغنم والبقر والماعز والإبل وإنما يجب إخراج أعيانها إخراج أعيانها اللي هي يعني إذا وجبت شات فيجب شات إذا وجب بقرة يجب تدفع بقرة لكن بما أن الوجوب هنا مشترك بينهما فتخرج الشات ويقدر ثمنها من قبل ناس خبراء فعند ذلك يعني يدفع نصف هذه القيمة أحدهما والآخر يدفع نصف الآخر إذن يشتركان في القيمة يعني بهذه الصورة بهذه الصورة لكن يجب إخراج الشات بذاتها دكتور سائل آخر يقول رجل أعاد فتحة قبري قريبا له ليدفن مكانه آخر فوجد العظام لم تبلى بعد فماذا يفعل في مثل هذه الحالة ويقول هل يجمع في القبر بين أكثر من ميت من المحارم أو غير المحارم إذا كان يعني مضى على الدفن السابق مدة بحيث أنه يعني بليت الجثة فعند ذلك العظام تجمع على طرف القبر ويوضع يعني تدفن تحت التراب ويدفن المية الآخر ولا فرق في ذلك أن يكون قريب أو غير قريب لكن ينبغي التأكد قبل فتح القبر بأن المدة التي مضت تؤدي إلى يعني تحلل الجثة ويعني الوقاء منها من العظام تدفع على طرف أو تبضى على طرف وتدفن دكتور لا عبرة في موضوع المحارم بهذا لا عبرة في ذلك المحارم أو الأقارب لا عبرة في ذلك سائل آخر دكتور يقول تقدم ابن الأخت لخطبة ابنة خاله لكن الأب رفض وخطبت لابن عمها لكن البنت ترفضه والأب يجبرها على القبول فما كان منها إلا أن هربت إلى عمها الآخر حيث قام بتزويجها لابن الخالة الذي ترغبه فما هو حكم الشرع بإجبار والدها أولا وما حكم ولاية العم في هذه الحالة الولاية على البنت في قضية الزواج لأبيها ولا شك والعم لا دور له في هذه الولاية ولكنه إذا أساء استخدام الحق الذي له فلها أن ترفع أمرها إلى القاضي والقاضي ينظر في القضية ويمكن أن يبطل عمل الوالد إذا كان فيه تعنت وخاصة بسبب مشكلات سابقة مع القرابة أو لأسباب غير مقبولة شرعا وينبغي للشاب في مثل هذه الحالة وهذا يحدث كثيرا في العائلات التي لها التزامات للأسف يعني من حيث العادات والتقاليد والقيود التي هي ما أنزل الله بها من السلطان قيود عائلية أنه لازم ابن العم لابنت عمه صحيح ولازم بنت العم لابن عمه وهكذا يعني في الزام الرجل البالغ العاقل الراشد فيما يعني يصادر إرادته الشرعية في هذا الأمر مما يؤدي إلى عدم تفاهم مع الزوجة لأنها يعني فرضت عليه فرضا لأنها ابنة عمه أو ابنة بخاله أو ما إلى ذلك فالحقيقة ينبغي أن يكون الشاب حكيما في معالجته مثل هذا الأمر كثير من الشباب عندما يصادم إرادة والديه مصادمة شديدة لا يمكن أن يخضعوا له لرأيه وإنما يعني دخل الأمر في منازعة والنتيجة تكون غير يعني مناسبة لا لصالح الرجل الشاب ولا لصالح الفتاة ينبغي أن يعالج الأمر بالحكمة بأن يجعل هناك عقلاء يتدخلون يسترضي والديه يحاول معهم مرة بعد مرة أما أن يأخذ الأمر بأسلوب التمرد وما إلى ذلك هذا ليس من الحكمة وليس من بعد النظر دكتور بالنسبة لإجبار الوالد أما إجبار الوالد للشاب هذا الإجبار غير مخبول وللفتاة وللفتاة أيضا غير مخبول إذا كان ألزمها بشيء بخلاف إرادتها تغفع أمرها للقضاء والإسلام ما تغفع إلا له حل لا يجوز له أن يغزمها نعم وإنما يرضيها بصفات التي يراها في هذا الشاب ويحاول معها فإذا بقيت وأصرت على رأيها فالرأي لها لأن هذا مصيرها هذا أمرها بخلاف ترى ما يعني يشيعه أعداء الإسلام أو قاصروا النظر من بعض المسلمين فيكون الإسلام يعني صادر حرية المرأة أو ما إلى ذلك وجعل أمرها بيدي والدها بيدي والدها والوالد يكون جاهل أحيانا ومتعنت أحيانا أخرى وما إلى ذلك الإسلام ليس فيه شيء إلا وله حل والحل الأصل فيه أن يكون بالحسنة وبالأسلوب اللطيف والحسن فإذا لم يجد في هناك مرجع وهو القضاء ترفع أمرها للقضاء والقضاء يبت في مثل هذه القضية وقد تكون هي ليست على الحق يعني ما دائما ننظر إلى أنه صود الرأي معناها رأي على الحق لا قد يكون رأي خلاف الحق وخلاف الخير لها جزاكم الله خيرا دكتور بارك الله فيكم للأسف انتهى الوقت المقصص في هذه الحلقة نشكر لكم حضوركم معنا دكتور بارك الله فيكم هياكم الله ونزيكم الخير وإحسن إليكم هياكم الله دكتور بارك الله وأنتم أيضا عزائي المشاهدين نشكر لكم حسن متابعتكم وإصغائكم نذكركم أنه بإمكانكم إرسال أسئلتكم واستفساراتكم من خلال من الصوت الظاهر على الشاشة أمامكم نستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسألوا أبل الذكر إن كنتم لا تعلمون ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة